أعزائي ومتابعين الكرام يارب تكونوا بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيب الله النهار ده المولد النبوي الشريف وحكم الاحتفال بالأكل والشرب في المولد النبوي الاحتفال بالمولد النبوي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول من كل سنة بالأكل والشرب والذبائح والخطب هذا لا أصل له هذا من البدع وهو وسيلة إلى الشرك كثيرا من هؤلاء المحتفلين يقع منهم الشرك والغلو في النبي عليه الصلاة والسلام مع البدعة نسأل الله السلامة من فتاة ونورة على الدرب لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يعني يجب ان احنا نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وان احنا كمان نصلي برضو كتير ونقرأ القرآن كتير وممكن نطلع صدقات لكن زي ما انتم سمعتوا كده ان بيقولوا ان الاحتفال بالمولد النبوي بدعة اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيب الله اللهم جنبنا الفتن والبدع ما ظهر منها وما بطن وربنا ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ودي معلومة انا عرفتها وحبيت ان انا وصلها لكم واتمنى يكون عجبكم الفيديو اترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة